معنا سيد جاسم محمد رئيس المركز الأوروبي لدراسات الإرهاب والاستخبارات مساء الخير أهلا بك معنا سيد جاسم ما المتوقع أن تكون أبعاد هذا الموضوع كما تقوم طبعا بالتحقيقات يعني ألف شرطة يشاركون في هذا التحقيق والهدف طبعا الأولوية هو إذا كان هناك عدد أكبر من المتورطين المؤشرات لهذه اللحظة على ماذا تدل المؤشرات تدل بأن أجهزة الاستخبارات البريطانية للأسف لم تكن موفقة بالتحامل مع الإشارات الاستخباراتية التي حصلت عليها بصدد عبيدي يعني كانت هناك معلومات واردة إلى MI5 وللأسف أنه لم يتعامل معها بشكل جديد وهذا يعني بأن تنظيم الداعش يستهدف دول أوروبا ومضمنها بريطانيا وهذا يعني يعكس بأن هناك احتمال من وجود أكثر من خلية خاصة أنه الآن نتحدث عن شبكة عن مجموعة أشخاص بينما تعودنا في العمليات السابقة التي ضربت بريطانيا وكذلك أوروبا كان هناك شخص بمفرده أن تتحرك مجموعة وتقوم بتنفيذ مثل هذا النوع فبالتأكيد يعكس أو يعطي دلالات بأن هناك خلوقات في أمن بريطانيا تحتاج بريطانيا إلى الارتقاء أكثر بالتعامل مع التهديدات الأمنية طيب دائما نقول بأن الإرهاب لا حدود إلى أي درجة هذا يزيد من مخاطر ما نتوقع أيضا أو من المخاوف أيضا للفترة المقبلة خاصة وأنه كما قلت هناك ثغرات يحكى بأن أخ هذا المنفذ كان أيضا له مخططات لتفجيرات إلهابية بليبيا لم تعد الجماعات المتطرفة خارطة جغرافية محددة فنلاحظ أن الآن الإرهاب ضرب ماشستر وكذلك ضرب مينيا في مصر وممكن أن تدار هذه العمليات ربما من داخل هذه الدول وربما من خارجها وكان هناك بعض التحليلات التي تربط ما بين ليبيا ومانشستر وما بين أيضا ليبيا وكذلك ما حصل في مينيا القاهرة في مصر فإذن لا توجد جغرافية محددة ولا توجد دولة بماما عن هذا الإرهاب ولذلك يتطلب من المجتمع الدولي أن تكون هناك تقاسم بالمعلومات التعاون في التعزيز الاستغباراتي في سبيل تبادل المعلومات حول هذه الجماعات المتطرفة جماعات الإرهابية هذه تعتمد على مثل هكذا هجمات إرهابية لربما تجديد الانتباه عما يحدث لهذه الجماعات في دول أخرى تتراجع فيها نعم بالتأكيد مثل هذا النوع من العمليات هي تأتي أولا لتخفيف الضغوطات عن معاقل التقضيم خاصة ما يتعرض له التقضيم الآن في سوريا والعراق فلذلك هذه العمليات هي في سبيل إضعاف الضغوطات على هذه المعاقل بالإضافة لذلك هي تحتبر أيضا ورقة ضغوط محاولة من هذه الجماعات للتأثير على الحكومات التي تساهم أو التي يكون لها دور فاعل في محاربة التنظيم أو مكافحة الإرهاب خاصة إذا كان داخل دول التحالف الدولي بمقابل هذا إلى أي درجة أيضا يعكس لأن لا يأتي حسب مبتغى هذه الجماعات الإرهابية ينقلب السحر على الساحر بأنه يزداد الضغط والجهود والتعاون من قبل دول التحالف للقضاء على هذه الجماعات الإرهابية هذا يعتمد على قدرة الدولة على سبيل المثال الآن في بريطانيا ربما انقلبت المعادلة ضد هذا التنظيم من خلال نهوض أو حالة التأهب التي تعيش بريطانيا الآن من عملية تنشيط الجهود الاستخباراتية وكذلك البحث في خيوط هذه القضية فبالتأكيد هذا يعني أنه قدرة الاستخبارات البريطانية في تفكيخ خلايا تنظيم داعش داخل التنظيم فإذا نستطيع أن نقول أنه المعادلة تكون مقلوبة وهذا يعتمد على قدرة أجهزة الاستخبارات في ذلك البلد مثل بريطانيا ونصبط معنا شكرا لك دائما من بون الألمانية سيد جاسم محمد رئيس المركز الأوروبي لدراسات الإرهاب والاستخبارات